اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين سام وعمار في حلقتنا النهاردة هنستكمل حديثنا عن الملف الافغاني اللي اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات وهنركز على اسئلة المستقبل المتعلقة بافغانستان وبدول الجوار بتاعتها خلينا نبتدي من اول وربما اهم سؤال يتعلق بمستقبل افغانستان خصوصا بعد الهجمات الارهابية اللي شاهدها مطار كابول وهو ملف الارهاب يعني طبعا قبل سنة 2001 كانت افغانستان بتعتبر ملاز أمن للارهابيين من حول العالم كله وده تم استغلاله في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر النهاردة السؤال المطروح هل اللي بيحصل في افغانستان هيؤدي الى الرجوع لنفس هذه الحالة؟ يعني طبعا الجهاديين شايفين ان النهاردة افغانستان ممكن هترجع قاعدة لعملياتهم لكن السؤال اللي قدامنا هل طالبان هترجع لنفس سلوكا؟ يعني بتعرف سام المشكلة بانه وجود حركات مثل داعش خراسان عم تعمل عمليات ارهابية على الاراضي الافغانية انه هلأ طالبان صارت تبرز حالة كأنه هي حكومة شرق اوسطية او اسيوية او افريقية عادية مثل كثير حكومات يعني بهذه المناطق عندها مشكلة مع الارهاب عندها ازمة مع الارهابيين عم تحاول تكافح الارهابيين وبدأ دعم العالم تجاه هذا الشيء وانه مفروض اوليوات العالم تكون مساعدة الطالبان على انه هي تقاوم الارهابيين وما يدخلوا كثير بالاوضاع الداخلية وانتهاكاتها لحقوق الانسان نفس المعادلة نفس الصيغة اللي بتقدمها كثير حكومات بالشرق الاوسط وبهذا السياق بالحقيقة لما منسمع لتصريحات ذبيح الله يعني بصير والوعود اللي قدمها بمكافحة الارهاب بصير فيه الى يعني هاي الوعود مفهوم اخر او مضمون اعمق وانكر لازم بالحقيقة ننظر للمضمون الكلام هو عمليان طالبان عم تقول للعالم اعترفوا فينا شرعنا وجودنا تعاونوا معنا على مكافحة هاي الحركات الارهابية داخل افغانستان واو سيطرتنا على المناطق المختلفة ووقتها ما رح تقلقوا على موضوع الارهاب المشكلة هون انه نحنا عم نتعامل بس مع حركة اذا ما بدنا نوصفها بانه هي حركة ارهابية بحد ذاتها فهي حركة مخترقة ارهابيا الكلام هون عن شبكة حقاني مثلا المصنفة كحركة ارهابية من قبل الولايات المتحدة فهي هاي الحركة اللي اسندتها اسندت الها بالحقيقة طالبان مهمة الدفاع عن مطار كابول وشفنا نتيجة هذا الدفاع يعني انت عندك طبعا العلاقة الوثيقة الموجودة تاريخيا بين طالبان وبين تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة طبعا مش هو نفس التنظيم اللي كانوا قبل 2001 يعني مقتل بين لادن والضربات الامريكية قدت الى اضعافه تماما لكنه مازال موجود في افغانستان بل وفي كشمير ومناطق اخرى مجورة عندك كمان تواجد بتاع داعش الفرع بتاعه الموجود في افغانستان من 2015 المعروف باسمه ولاية خرصان واللي مسؤول عن العمليات الارهابية اللي شاهدها مطار كابول يوم 26 اغسطس يعني العلاقة بين طالبان وبين داعش علاقة طبعا فيه صراع موجود بينهم طالبان اول ما سيطرت على افغانستان جيروا في احد السجون وقتلوا احد زعماء داعش الموجودين في هذا السجن لكن ده مش معناه زي ما بنشوف والدليل العملية ان داعش مش هتقدر ان هي تعيد بناء صفوفها وان هي هتقدر تقوم بعمليات من داخل افغانستان وحول العالم سامو المشكلة الاكبر يعني بالموضوع مرة اخرى انه بنرجع لحركة طالبان نفسها وموضوع شبكة الحقاني الحركة الارهابية اللي عرضة لعقوبات التفرض الامم المتحدة هاي الشبكة عندها استقلال ذاتي بمناطق بشرق افغانستان زعيمة سراج الدين بالحقيقة هو شخصية قيادية رئيسية بطالبان اخوه اناس هو هاللي عمل مباحاتات باسم طالبان مع حميد كارزاير رئيس الافغاني السابق عمه خليل هو هاللي بكون امام باحد اكبر المساجد بكابول فعمليا حركة ارهابية موجودة بطالبان على مختلف المستويات ومع ذلك بدنا احنا مطلوب مننا ان نصدق وقود طالبان بمكافحة الارهاب والارهابيين هنا المكون اساسي فيها يعني الحديث عن الارهاب وعن طالبان بيجيبنا للسؤال المتعلق به مستقبل افغانستان نفسها ومستقبل الحكم فيها يعني النهاردة عندك طالبان سيطرت على الارض او على اغلبية الارض لكن هل هي فعلا تستطيع الحكم؟ هل تقدر ان هي تسيطر فعليا على البلاد؟ يعني حتى وقت ما كانت طالبان في اقصى قوتها قبل 2001 كان لها منافس في شكل التحالف الشمالي اللي كان موجوده فيه وفي صراع معهم بقيادة احمد شاه مسعود النهاردة فيه محاولة لاعادة بناء هذا التحالف بقيادة نائب الرئيس الافغاني امر الله صالح مع وزير الدفاع بسم الله محمدي مع ابن احمد شاه مسعود اللي هو شاه احمد مسعود زي ما بنشوف في الفيديو ده لتصريخاته اذا لم تدرك طالبان حقيقة ان افغانستان اليوم قد تغيرت عن افغانستان قبل عشرين عاما اذا كانوا لا يزالوا يعتقدون ذلك لانه لا يوجد احمد شاه مسعود او لا يوجد تحالف شمالي للوقوف امامهم حسنا هناك احمد مسعود وناس اخرون بدأوا في تسليح انفسهم بالفعل واستعدونا لمواجهتهم يعني بجانب احمد مسعود والمجمعين في وادي بنشير عندك كمان الرقم الصعب في افغانستان على مدى اكتر من 30 سنة عبد الرشيد دستم وكمان عندك نقطة مهمة جدا ان الطالبان معتمدة على البشتون بالاساس عندك كمان الطاجيق والهزارة والاسبك وكلهم عندهم ميليشيات يعني سام ما بعرف طالما ضلت حركة طالبان يعني ملتزمة بالوعود الي اتعطى فيما يتعلق بعدم السماح لايه نشاطات ارهابية تصير امطلاقا من اراضيها ما بتوقع انه في حدا حيدعم هذا الحلف الشمالي الجديد يعني يمكن يدعموه لحتى يظلوا محتفز ببعض الاراضي بس انه يصير عنده قدرة هجومية لانه يروح على كابل ويحررها مثلا ما بعتقد هذا الشيء لانه هذا الشيء يعني عودة الى الحرب الاهلية وعودة الى الفوضى والفوضى هي اللي حتسمح للحركات الارهابية انه تنتشر بجميع انحاء افغانستان وهذا الشيء اللي ما بده يعني المجتمع الدولي والقوى الكبرى فانا بعتقد انه ريهانات القوى الكبرى هي انه لا طالبان تسيطر على اكبر قدر ممكن من الاراضي ممكن يسمحوا او يتحملوا وجود للتحالف الشمالي في بعض المناطق ويستخدموه كورقة ضغط على طالبان اذا اضطر الامر ويكون في حالة هدنة بيناتهم بس كمان ما بنعرف نحنا اذا الحلف الشمالي حيسمهم لانه هلا حاليا طالبان بعثت مئات المقاتلين لوادي فانشير والمعارك حتصير قريبا وراح نشوف كيف التطور على الحصير بس ماذا عن المجتمع الافغاني نفسه يعني هل المجتمع ده يقدر انه هو يقاوم طالبان المجتمع ده طبعا اتغير على مدى عشرين سنة فيه جيل كامل اتولد في ظل الحرية فيه مجتمع مدني ظهر فيه ستات اتعلمت واشتغلت فيه تغييرات كبيرة احنا شفنا مظاهرة حصلت في كابول بمناسبة اليوم الوطني لافغانستان وفيه شكل تحدي لطالبان لكن على المدى الطويل ما اعتقدش انه هيبقى فيه فرصة لهذا المجتمع المدني انه هو يقف في وش طالبان رغم شجعتهم الكبيرة لان في نهاية الامر طالبان معهم سلاح وهما معهمش وهون السؤال بالنسبة لي هل ان المقاومة اللي حتصير ضد طالبان حتكون مقاومة ضد وجودها ككل ولا مقاومة للاحتفاظ ببعض المكتسبات اللي تم التحصل عليها بسنين الاخيرة بالحالة الاولى مثل ما انت قلت سام اذا بدون يقاوموا طالبان ككل ويتحدوا وجودها ككل فطالبان اكيد ستتصرف بالاسلوب المعتاد لأي حكومة استبدادية حيستعملوا مثل نظام الاسد حيستعملوا حتى الابادة اذا اضطروا والتهجير الى اخره فعمليا ستكون مقاومة بائسة وللاسأب ستفشل لانه ما حدا سيوقف معه فاذا كان هذا هو الخيار فهذا هو الخيار اللي سيفشل اما اذا كان موضوع الاحتفاظ ببعض المكتسبات يمكن يكون فيه مناطق طالبان تسمح فيها للناس يحافظوا على هاي المكتسبات من المنطلق البراجماتي انه هن بدون يعطوا صورة للعالم انه هن المختلفين شوي وهن بالحقيقة عم يحاولوا يعملوا هذا الشيء هلأ موهيك عم يحاول يقولوا انه المرأة فيها تشتغل ببعض المجالات الى اخره فيمكن اذا ببعض المناطق يضل في مجال لشوية حرية مجال للناس انه تتنفس يمكن لا هذا الشيء حنشوفه بالمستقبل القريب خلينا ننتقل من الحديث حول التطورات داخل افغانستان نفسها الى الحديث حول تأثير ما حدث في افغانستان على دول الجوار ربما اكتر دولة سعيدة باللي حصل في افغانستان هي باكستان طالبان اصلا نشأت على ادين المخابرات الباكستانية والحكومة الافغانية السابقة كانت دايما بتتهم باكستان ان هي ورى دعم للطالبان ده رغم طبعا ان في صراع داخل باكستان نفسها بين الحكومة وبين طالبان باكستان في منطقة القبائل واللي حصل في افغانستان ممكن يؤدي الى تضاور عندهم لكن الحكومة الباكستانية بلا شك سعيدة وشايفة ان اللي حصل ده ممكن تستغله لاضعاف الهند في المستقبل وفي صراعها مع الهند من هنا نقدر نشوف التصريح اللي بيدلي برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اللي بيرحب فيه باللي حصل في افغانستان ويقول ان الافغان كسروا قيود العبودية الامريكا زي ما بتشوف في الفيديو ده عندما تصبحوا ضحية للاستعباد الفكري تذكر ان العبودية الفكرية اسوأة من العبودية الجسدية من الصعب كسروا قيود العبودية الفكرية في افغانستان كسروا قيود العبودية ولكن قيود العبودية الفكرية لم تكسر يعني سام بصرف النظر عن محاولات عمران خان دغدغت المشاعر الشعبية. بواقع الأمر أن باكستان تتحمل مسؤولية عملياً كل الحركات الجهادية والإرهابية التي طلعت في أفغانستان. لأنهم من عام 1974 يعني من قبل الاشتياح السوفيتي لأفغانستان. وهن يدعموا الحركات الجهادية بهذا البلد. والسبب هو أنهم خافوا من العلاقات القوية التي كانت موجودة بهذا كل وقت ما بين حكومة الهند والحكومة الأفغانية. خافوا من أنه يتم تطويقهم. فبالنسبة لهم إقناع بعض الاشتياح السوفيتي لأفغانستان أنه استطاعوا أن يقنعوا أمريكا أن تدخل لمساعدة المجاهدين. كان هذا نصر سياسي ودبلوماسي كثير كبير. واستمر رهانهم يعني من البداية كان رهانهم على الحركات الظلامية. عندك من برهان الدين رباني. بعدين انتقلوا لقلب الدين حكماتيار. بعدين لتأسيس حركة الطالبان بالتسعينات بعد انتهاء الحرب البعيدة. وبعد ما أمريكا تشتت انتباهها مع تصاريت تنتبه للوضع بأفغانستان. لدرجة أنه رئيس الهيئة المشتركة العسكرية السابقة من الأدميرال مايك مولن بعم 2011 باتهم بأنه الطالبان هي امتداد أو ذراع بأيدي الاستخبارات الباكستانية. مع أنه باكستان تتم في هذا الشيء. خلينا ننتقل لدولة أخرى من دول الدوار لأفغانستان وهي إيران. ربما في ناس كتير تتخيل أن إيران قوة شيعية هتكون في حالة صراع دائم مع طالبان. وانت عندك طبعا تصريح لأحد المراجع الدينية الإيرانية اللي بيحذر فيه من الثقة بطالبان. لكن رغم ذلك رد الفعل الرسمي بتاع إيران كانت ترحيب بما حدث واللي هم طبعا شايفينه هزيمة الأمريكا. انت عندك وقت حكم طالبان السابق كان في حالة صدام بين إيران وبينهم وطبعا عندك كان الحادثة الشهيرة بتاعت قتل الدبلوماسيين الإيرانيين في مزار الشريف على يدي طالبان. لكن خلال الفترة السابقة إيران بنت علاقات وثيقة مع طالبان بلاء على العداء المشترك لأمريكا. نقطة تانية مهمة أعتقد أن إيران ستبقى مهتمة بمصير الأقلية الشيعية الموجودة داخل أفغانستان. أعتقد سام أن هذه هي النقطة الأساسية. أن موضوع الهزارة كأقلية الشيعية سيكون أحد الأولويات التي ستتعامل مع إيران فيما يتعلق بعلاقتها مع طالبان. الهزارة هي ثالث أكبر قومية بأفغانستان. هي من الشيعة. دائما إيران تستغل الورقة الشيعية للتدخل وعلى أساس أنها حاني حمى الشيعة. فهذه القضية أكيد ستكون موجودة بالحسابات. بس مثل ما أنتقلت إيران فيها تكون براغماتية. طالبان قدمت وعود أنها ستحترم حقوق الأقليات. حتى عندما دخلوا لكابل في وفد من الطالبان راح لأحد المناطق الشيعية مناطق الهزارة وزارهم بمناسبة العاشراء. وأصدرت القيادة المركزية بطالبان أوامر لكل ميليشيات تبعها أنهم لا يدخلوا بالأعياد ولا يحاولوا يعكروا صفوا الأعياد ولا يسمحوا بحملة. ومع ذلك عندك أمليسي انتناشنول تقول أنه بعض الهزارة ورجالهم قتلوا من قبل الطالبان. ففي عندك إشكال هنا. والقضية بتعتمد أن إيران قد تعطي أولوية لهذا الموضوع وشو هي الأوليات الأخرى الموجودة بحساباتها بالمرحلة القادمة. ترجمة نانسي قنقر أهلاً بيكم مرة أخرى. خلينا نستكمل حادثنا عن تأثير اللي حصل في أفغانستان من سيطار الطالبان على دول الجوار ليهم. ونبتدي من الصين. الصين في الماضي تاريخياً كانت بتتهم طالبان إن هي مسؤولة عن الهجمات اللي كانت بتحصل في غرب الصين. لكن النهاردة شفنا الشهر اللي فات إن الوزير الخارجية الصيني بيقابل زعيم طالبان وبيحاولوا يبنوا علاقات معهم. يعني من ناحية الصين عندها مخاوف تتعلق بالإرهاب. لكن من ناحية تانية بيحتفوا أو بيحتفلوا باللي شايفينه أهانة لأمريكا وبيعرضوا مساعدتهم على طالبان في أعادة بناء أفغانستان زي ما بنشوف في الفيديو ده. أعربت حركة طالبان الأفغانية ميراناً عن أملها في تطوير علاقات جيدة مع الصين. وأنهم يتطلعون إلى مشاركة الصين في إعادة الإعمار والتنمية في أفغانستان. وأنهم لن يسمحوا أبداً لأي قوات باستخدام الأراضي الأفغانية لتعريض أمن الصين للخطر. ونحن نرحب بذلك. يعني من الواضح سامن التصريحات الرسمية الصينية أن الحكومة الصينية عم تراهن فعلاً على مصداقية وعود طالبان وعلى قدرة طالبان أن تحسن تفرض سيطرتها على الأراضي الأفغانية وتلزم كل الميليشيات المحلية بأوامر القيادة المركزية. هذا هو الرهان. من ناحية طالبان يمكن تلتزم فعلاً بهالوعود لأنها تراهن على الدعم الصيني إلى بإعادة الإعمار وبعض الاستثمارات الاقتصادية والمادية. فإذاً في مصلحة مشتركة عند الطرفين. في منفعة مشتركة تخليهم يكونوا براغماتيين ويغلبوا هذه المصلحة على الاعتبارات الإديولوجية. عندك الجيران الآخرين. يعني طبعاً الهند بتعتبر هي الخاسر الأكبر من اللي حصل في أفغانستان. الهند كان عندها علاقة وثيقة مع الحكومة الأفغانية وشايف أن فيه علاقة بين طالبان وبين الجهاديين اللي موجودين في كشمير. عندك كمان الدول أسيا الوسطى الأخرى المجاورة لأفغانستان سواء تاجيكستان أم أسبكستان أم تركمينستان. الدول دي كانت مستفيدة من الوجود الأمريكي إن هي كانت بتقدم خدمات لوجستية للقوات الأمريكية. الانسحاب الأمريكي معناها انحصار في الاهتمام الأمريكي بهذه الدول. والفراغ ده طبعاً الصين هتحاول أن هي تملاه زي ما بتعمل حالياً مع تاجيكستان. غير كده عندك الأقليات المهمة من التاجيك والأسبك الموجودين في أفغانستان ومصرهم يهم الدول دي. وأكيد دول أسيا الوسطى يعني بسياسات اللي حتتبع تجاه طالبان حينسقوا مع الحكومة الروسية. بس هنا منطقة أخرى كمان لازم نحكي عنها هي منطقة الخليج. تاريخياً السعودية والإمارات كانت هي الدول الوحيدة بالمنطقة اللي بتعترف بطالبان وتتعامل معها. على المستوى العالمي كان في عندك كمان تركمينستان وباكستان. هلأ في عندك مجموعة أكبر من الدول اللي هتعترف بطالبان وتتعامل معها. بس الإمارات استضافت الرئيس السابق لأفغانستان وعطتوا لجوء إنساني. فهل هذا يعني أن الإمارات لن تتعامل مع طالبان؟ قطر من ناحية عندها علاقات حميمة مع طالبان. هل ستستمر العلاقات على هذا المستوى بالمستقبل؟ السعودية هل ستحتذي بقطر كمان وتعترف بطالبان وتعمل علاقات معه؟ عندك عمان المفتي الرسمي السلطنة وهنأ طالبان على نصر تاريخي. وأكيد هذا البيان اللي أصدره ما كان ممكن يصدر بدون موافقة القصر. فإذن عندك هاي المواقف المختلفة بالحقيقة لدول الخليج. يا ترى هل سيؤدي هذا الشيء لأعتراف رسمي لسفارات لدعم مادي؟ هذا الشيء سيبين معنا بالمستقبل القريب. يعني أنت ذكرت روسيا. روسيا طبعا عندها علاقات طويلة وتاريخية مع أفغانستان. من أيام الصراع الروسي البريطاني على أفغانستان في قرن التسعتاشر أيام روسيا القيصرية إلى الغزو اللي تم لأفغانستان أيام الاتحاد السوفيتي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصريح أن روسيا تعلمت الدرس من تجربتها السابقة في أفغانستان. وانتقط طبعا الانسحاب الأمريكي اللي شايف أنه هيؤدي إلى فراغ ممكن يؤدي إلى حركات إرهابية وخطر إرهابي من أفغانستان. لكن من ناحية تانية روسيا بنت علاقات مع طالبان واستضافتهم في حوارات في موسكو من سنة 2018. وزير الخارجية الأمريكي السابق راكس تيلرسون انتقط في 2017 روسيا واتهمها أن هي بتدي سلاح لطالبان. يعني فيما يتعلق ببوتين بالحقيقة ما في داعي أنه نتكهن هو شو بده هو قال هذا الشيء بكل صراحة على هامش لقاءه مع أنجيلا ميركل عمل تصريحات بأنه هو بوده أنه لو طالبان تحقيق الاستقرار فيها وتمنع تفتت الدولة هذا هو الرهان الروسي لا يريدون بالحقيقة يكون في فوضى لأن الفوضى تعني عودة الحركات الإرهابية هذا الشيء كثير واضح بالنسبة لهم لا يريدون أي حركة إرهابية تنشط بالحقيقة وتعرض مصالحهم أو المصارح الدول آسيا الوسطى لخطر هذه هي صلب اهتمامات بالحقيقة بوتين هذا هو رهانه فهو عمليا رهانه ما بيختلف كثير عن رهان الصين أو دول آسيا الوسطى كلها تنشط بالحقيقة على حاسين أنه في منفعة متبادلة في مصلحة ما ممكن تنبنى مع طالبان يخليها تكون ملتزمة بوعودة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب على أراضيها خلينا ننتقل يا عمار من تأثير اللي حصل في أفغانستان على جيران البلد إلى تأثير ده على العالم كله إحنا عندنا من فترة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته دعوا لعقد قمة للديمقراطيات علشان يتعاونوا مع بعض زي ما بنشوف في الفيديو ده للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية قمة الديمقراطيات تعكس إيمان الرئيس بايدن الراسخ بأنه من أجل مواجهة التحديات العالمية الأكثر الحاحة يجب عدد الديمقراطيات أن تتعاون مع بعضها البعض وتتعلم من بعضها وتقف بجانب بعضها وتتصرف معها يعني طبعا الديمقراطيات لازم يقفوا مع بعض لأن التحدي للديمقراطية ما أصبحش فيه على مستوى بلد واحد بل أصبح على مستوى العالم كله من هنا القمة اللي بيدعو إليها بايدن هي قمة مهمة جدا لكن السؤال هنا بعد اللي حصل في أفغانستان هل ده ما أضعفش القمة بتاع بايدن من قبل ما تلتقي أصلا يعني سام يمكن صورة أمريكا تكون اهتزت بالفترة الأخيرة بالعالم يمكن النظام الليبرالي العالمي اللي بنته يكون كمان يتأثر خاصة بعد ما تراجع أوباما عن خطه الأحمر بسوريا لأنه كان هذا النظام يعتمد دائما على رغبة أمريكا وقدرتها أن تلعب دور قيادي وترتيب الأوضاع الداخلية إلى أن تعود أمريكا إلى الساحة مرة أخرى هنعيش بعالم بدون قيود بدون قوانين بدون قواعد هلأ أمريكا عندها ما يكفي من القوة لحتى تظل تتعامل مع هذا الوضع وتحافظ وتحمي مصالحها ويمكن حتى يكون في المنافع بالحقيقة من هذا الوضع لأنه روسيا والصين ما رح يحسن يوم للفراغ اللي هي تركته وهذا الشي حينكشف قدام كل العالم وكل العالم حيحسوا أن الرهان على روسيا والصين والتعامل معهم حيكون أصعب وحيكون رهان خاسر وهذا حيمهد مرة أخرى لعودة أمريكا إلى الساحة بشكل إيجابي مثل ما صار بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية وحتى بعد الحرب الباردة بس موضوع أنه تخلي عن أمريكا وموضوع أنه أمريكا هتزت أو ضعفت وما عاد صار الاعتماد عليها هذا غير مطروح أمريكا هي أقوى دولة بالعالم وأغنى دولة بالعالم وهي دولة ديمقراطية وكل العالم ما زال بحاجة إلا أنه تلعب دور قيادي ومركزي وخاصة الدول الدمقراطية بس الموضوع مو موضوع بس مؤتمر واحد مثل ما بده بايدن بدنا مؤتمرات كتيرة بدنا إعادة هيكل إلى ناتو توسيع له وغيرها من الخطوات بس إيه تأثير حوالين العالم خصوصا فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط عندنا يعني أنت كان عندك في واشنطن حتى من قبل اللي حصل اليومين دول كان عندك تزايد في الخطاب اللي بيقول أن بعد أحداث الربيع العربي بعد فشل عملية التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط أن ربما هم مش جاهزين لده أن احنا مفروض نتخلى عن فكرة نشر الديمقراطية أعتقد أن اللي هيحصل في أفغانستان هيشجع هذا الخطاب أنه يزيد في واشنطن وأن إدارة بايدن رغم أن هي كانت ملتزمة من أول ما جاءت بفكرة أن إحنا هنعمل على موضوع حقوق الإنسان ونهتم به أعتقد أنه هيصبح فيه تراجع عن الضغط على الحكومات في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان مو بس هيك سام في كتير ناس بلاشوا يحكوا أنه فيه شعوب غير جاهزة للديمقراطية بس يعني الأفغاني ما كان جاهز مثلا أنه يصير في عندهم تقبل لفكرة المثلية الجنسية أو مساواة المرأة مع الرجل أو غيرها من الأمور اللي منشوفها بالمجتمعات الحديثة إذا هذا الشي اللي عم يحكوا عنه فمعهم حق بس بنهاية أمريكا ما حاولت من خلال تدخلها أنه تبني وضع من هذا النوع يعني أما إذا كانوا عم يحكوا عن موضوع أنه يكون عند الناس حرية أنه يسمعوا الموسيقى اللي هن بدون إياها بدون ما تدخل السلطات بالموضوع حرية عند المرأة أنه تلبس الحجاب بدل ما تلبس البرقع وتشتغل في بعض المجالات يكون في مجال لتعليم المرأة وتروح بنات من أفغانستان وتشارك بمعارض إلكترونية دولية إذا كنا عم نحكي عن اختيار من خلال انتخابات حرة للناس اللي عم يمسلوك بالبرلمان وعلى مختلف المستويات بالمجالس المحلية إذا هذا هو الشي اللي عم نحكي عنه الأغلبية بأفغانستان كانت بدها هذا الشي وتعايشت مع هذا الشي وقبلت بهذا الشي وكانت مبسوطة بهذا الشي خلال فترة وجود ناتو وتحت مضلط وحماية ناتو على ما يبدو أن المجتمع الأفغاني بأغلبيته جاهز لهذه الأمور ونلتقي بكم في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر